اشتركوا في القناة حسم الجدل وأكد على إقامة صلاة عيد الأطحى المبارك بجميع المساجد التي تتقام بها صلاة الجمعة فقط دون إقامتها في الساحات وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على اليوتيوب مع عدم السماح بإقامة صلاة العيد لا في الزوايا ولا المصليات ولا المساجد التي لا تقام بها الجمعة ولا في الطرقات ولا الشوارع ولا الساحات وزارة الأوقاف أعلنت كمان عن ضوابط صلاة عيد الأطحى خاصة أن أزمة كورونا لسقائمة والضوابط هتكون هي أولاً صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط ثانياً عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة ثالثاً ارتداء المصليين للكمامة قبل دخول المسجد رابعاً هيكون مع الشخص المصلية الخاصة به خامساً مراعاة علامات التباعد الاجتماعي سادساً عدم فتح دورات المياه سابعاً لفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلطه بعدها بعشر دقائق ثامناً لا تزيد مدة التجبير على سبع دقائق تاسعاً لا تزيد مدة الخطبة على عشر دقائق زي صلاة الجمعة بالضبط عاشراً لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف وعظة أو مشرفة معتمدة من المدرية التابعة لها المسجد وأخيراً عدم السماح بأي أطعمة أو مشروبات أياً كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال وعن تأدية صلاة عيد الأطحى بتكون ركعتين بيكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات برضو بخلاف تكبيرة القيام والركوع وعن وقت صلاة العيد بيبدأ وقت صلاة عيد الأطحى من بعد شروق الشمس بحوالي تلت ساعة وتمتد لزوال الشمس عن حكم صلاة العيد فهي سنة مؤكدة واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وأمر الرجال والنساء بأداءها وأن تصلى في جماعة حتى المرأة الحائد تخرج للاستماع لخطبة العيد ولكن لا تؤدي صلاة العيد وتكون بعيدة عن المصلى ويستحب لمن يذهب لأداء صلاة العيد الحرص على الإختصال وارتداء أفضل الثياب مع التزام النساء بمظاهر الحشمة وعدم كشف العورات والالتزام بغض البصر على المحرمات كما يستحب التبكير إلى مصلى العيد بسكين ووقار ويستحب كمان الذهاب من طريق والعودة من طريق آخر كمان فيه سنة صلاة العيد يمكن البعض مننا ما ياخد شباله منها ومن أبرزها أن صلاة العيد تصلى جماعة تاني حاجة لو تبق الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقضى هذه التكبيرات مرة أخرى لأن التكبيرات سنة مثل دعاء الاستفتاح ثالث حاجة أنه من السنة أنه يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة رابع حاجة معنا أنه يستحب النقط ما بين كل التكبيرتين بقدر آية لذكر الله تعالى وأخيراً هي أنه كمان من السنة نقرأ بعد الفتحة صورة الأعلى في الرقعة الأولى وصورة الغاشية في الرقعة الثانية طب تعمل إيه لو فاتتك صلاة العيد؟ اللي فاتته صلاة العيد يقدر يصليها قضاء وده بحسب أراء الفقهاء اللي قالوا أنه متاح أنها تتصلى باقي اليوم أو في اليوم اللي بعده وممكن يصليها على هيئة صلاة العيد بالتكبير في جماعة أو بمفردك وبكده نكون ردنا على كل تساؤلاتكم بخصوص صلاة عيد الأطحى 2021 ومستنين تكتبونا هتصلوا العيد فين وكل سنة وإنتم بخير اشتركوا في القناة